اهلا بكم توجه الشيخ محمد بن حمدان بن زايد انهيان مساء اليوم الفائزين في سباق جنانة للقوارب الشراعية وذلك في ختام فعاليات مهرجان الغربية للرياضات المائية في دورته الثامنة الذي اقيم في مدينة المرفى تحت رعاية سمو شيخ حمدان بن زايد انهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية واحرز المركز الاول القارب مهاجر لصاحبه خادم عبدالله خادم القبيسي والنوخذ موجد احمد خادم المهيري وجاء في المركز الثاني القارب العلوي لصاحبه احمد طارش القبيسي والنوخذ محمد احمد طارش القبيسي فيما جاء في المركز الثالث القارب لفان لصاحبه معالي عبد الرحيم الهاشمي والنوخذ علي عتيج الرميثي ونجح المهرجان في تقديم مسابقات بحرية وسط أجواء التراث الأصيل بهدف المحافظة على تاريخ الأباء والأجداد من خلال التركيز على مسابقات القوارب التراثية